اشتركوا في القناة وده انا عامله فده برنامج مقترح يعني اللي عايز ياخد به ياخد اللي مش عايز ياخد به برضو مفيش مشكلة ومتفقين من الاول خالص ان لا فيه برنامج تسميد مثالي ولا فيه برنامج تسميد غير قابل للتعديل او للتغيير على حسب حالة النبات احنا ده بنحط خطوط عريضة وبعد كده الفلدمان او الرجل اللي هو موجود في الارض سواء مزارع سواء مهندس كبير او صغير هو اللي بيقدر يحدد الدنيا ماشية ازاي تمام قد تحدث انتكاسة للنبات يعني فيه لازم الامور تكون ايه في الوبي كده مرنة شوية تمام احنا زرعنا ده طبعا بالنسبة لي البداية التسميد هيبدأ من اليوم العاشر من الزراعة يا جماعة هيبدأ من اليوم العاشر للزراعة تمام وهيبدأ على اليوم الرابع من الشتل يعني اليوم العاشر للزراعة هتلاقي الامور عندك كويسة ابتدى النبات يطلع اوراق حقيقية تمام وخصوصا ان احنا بنزرع في 15 عشرة فداخل البيوت بيبقى الجو ما يزال وخصوصا بالنهار حرارته عالية تمام فممكن تأجله شوية ممكن تأجله شوية يمكن النبات حصل فيه مشاكل عندك ما عندناش مشكلة خالص اجله ممكن تبدأ فيه من يوم 11 يوم من الاثناشر وهكذا يعني تمام ولكن الطبيعي هو المفروض يبدأ على اليوم العاشر في 3 او 4 ايام تمام الانبات تماما الانبات تم عندك او خمسة والخمسة ايام التانيين بيكون ابتدى النبات عندك يطلع اوراق حقيقية ناخده برضو للاراضي الطنية للاراضي الطنية ممكن تدخل فيه القصة ده هي طب بتاع الاراضي الطنية هيقول لي انا ما برويش كل يوم انت ما بترويش كل يوم ممكن تجمع لو انت بتروي في الاسبوع مرتين نص ساعة لا خليهم اربع مرات على ربع ساعة ولو انت بتروي أربع مرات على ربع ساعة أو مرتين على ربع ساعة خليهم أربع مرات على سبع دقايق للمرة الوحدة تمام بيكون أفضل يعني وبتحط دايما الأراضي الطنية جماعة بيسموها أراضي ريتش سويل أو أراضي غنية أساساً به العناصر الغذائية لأن دي طبعاً رواسب من ألاف السنين ودل تنيل يعني أو أراضي الطنية عموماً في أي مكان بتلاقيها أن هي أراضي بطبيعتها غنية تمام فما بتحتاجش كميات أسمدة زي الأراضي الجديدة أو الأراضي الرملية فممكن نص البرنامج ده هو تستخدمه على حسب بردو حالة النبات قدامك تمام أنا بس مش عايز أطول عشان الناس بتزهق وبتمل ولكن أنا بس يعني ممكن أكتب لك برنامج اللي بيكتب برنامج ده وبحطه قدامك كده جدول ده يعني لازم يكون فيه تعقيب يا جماعة على الكلام يعني ما نقولش كده وخلاص لا احنا بنقول بنفهم الناس ده ليه وإيه اللي حصل عشان نقول كده تمام دي حاجة الحاجة التانية العرب 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 عموماً يتقوا ربنا يتقوا ربنا احنا أمة ضحكت من جهلها لأمة مقسم بالله يعني أنا أفقد شعوري وازهق جداً لما ألاقي واحد يقسم لي بأغلص الأيمان إن أنا خدت شتلات مضروبة من مشتل ورحت أزرعها وصاحب المشتل قلت له تشرف عليها فلقيته بتديني برنامج تسميد واخد مني خمسمائة جنيه على إشراف بتاع التسميد فأول لسه مقيدوب لسه نزل الأرض وبقول لي بالصدفة بكتشف أني نفس البرنامج اللي أنت حطه على اليوتيوب أنت فين دينك وضميرك وابنك لو أنت قاعد كده أنت وهو على طبلية واحدة أو خليك من الطبقات الزفت الأورستقراطية تمام خليها الزفت الأورستقراطية تمام قاعد معا كده بتطفحوا بتطفحوا أكل وانت بتوكلوا حرام يعني أنت بني آدم هل أنت في دين كده لا يهودية ولا نصرانية ولا إسلاميا قال كده انت كده هل بالله عليك انت كده تمت للإنسانية بصلة انت كده ما أنتش إنسان والله ما أنت إنسان فاتقوا ربنا شوي يعني المزارع الدولة حط عليه والوزارة حط عليه والشركات المبيدات حط عليه والشركات البزور اتاق الله انت وساعده يكفي ان هو كسبك وخد منك شتلات عايز تكسبك تمص دمه خلي عندك دين خلي عندك شوية دين ما علينا خلينا في اللي احنا فيه ما عليش انا بتحرق دمي والله والله بتحرق دمي من البشرية خش على اليوم العاشر هنبدأ يا جماعة به هيومك اسد هيومك اسد اللي هيومك الاسد بس يكون مصدر كويس باللي عليك لانه كله دلوقت زيط بعبي هيومك اسد باللي عليك لو انت بتاخد اجل تصف الاجل اعمل اي حاجة بس ما تاخدش اجل ليه بتاخدش اجل لان بتاع الاجل بيفرض عليك اللي هو عايزه مش اللي انت عايزه تمام انا لما اقول والله هاتلي هيومك اسد مصدر اسباني الماني كويس او من شركة محترمة شركة محترمة يبقى هيديك حاجة محترمة طالما انت بتدفع فلوس لو انت ما بتدفعش فلوس انسى الكلام ده كلته تمام تاني اليوم طبعا اليوم كاسل ما بتحطش معها اي حاجة خلاص هو بتحطه وبيبات قابلها بليلة في المية بتدوب في المية وبيبات بتصبح الصبح بتلاقيه زي الفل ما فيش اي مشكلة خلص فيه بتلاقيه تم الزوابات اليوم الحداشر بنحط كيلو ده الالف نبات بنحط كيلو عشرين 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 طيب ده اسميدة احادية طيب لو انا عايزة استخدم اسميدة مركبة وقلنا السميدة الاحادي ده بيستخدم جماعة بيحتوى على عنصر واحد بس نيتروجين يبقى هو نيتروجين زي اليوريا او النطرات تمام طيب لو 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 سميد متعادئ سميد مركب يبقى بيحتوى على اكتر من عنصر تمام اه تمام يبدو ان انا خلفت القصة شوية تمام ما علينا هالصلاح باذن الله اه فبنقول لا اسميدة المركبة بيقول كيلو جرام عشرين 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 لالف نبات اليوم الاثناشر بنحط مية صافية اليوم التلاتاشر عشرين عشرين وبنضغط معاه بايه العشرين عشرين ده فيه عشرين فسفور عشرين نيتروجين وعشرين بوتاسيان تمام طيب اه القصة دي تفع حاجة تانية فيها ايه بزود عليهم علي فسفور شوية بزود عليهم علي فسفور علي فسفور ما تصدعش دماغك عندك حمضة فسفوريك حط عندك 13-40-13 حط عندك ماب حط عندك مغنم حط ما تصدعش دماغك وزادت في 100 جرام ولا ربع كيلو نقصت في ربع كيلو صدقني حتى لو زادت في كيلو ما تعملش حاجة سيبك من مهندس اللي قاعد عمال بيحسب بالكتاء الكلام ده كلته احنا عايشين ومتعايشين معا من 25 سنة تمام طيب تعالى ليوم لـ 14-100 جرام عناصر الصغرى طبعة رشاها خلاص إلغي مفيش مشكلة خالص يعني رشاها يكون افضل تمام وعلى فكرة بردو الخيار الشيتو بيستجيب للتسميد الورق جدا يا جماعة استجيب ليه جدا اليوم الخمسة عشر هنكرر نفس اليوم التلاتاشر واللي هو كيلو عشرين 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 ونص كيلو تلاتاشر 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 احنا هنا ايه اللي بيحصل يا جماعة عشان بس الناس يبقى عارفة انا هنا بدفع بالفوسفور العالي شوية بزود الفوسفور شوية تمام بزوده ازاي عندك تلاتاشر ربعين تلاتاشر او مغنوم والما بتركبه اتناشر واحد وستين زيرو صح والمغنوم قريبا سبعتاشر ربع واربعين زيرو يبقى انت عندك زودت بوتاسيام زودت فوسفورة هو تعالي فوسفور مع العشرينات كمان فيها فعشرين فوسفورة هي يبقى انت مزود الفوسفور وبرضه عمل توازن بحيث النتروجين نازل معاك والبوتاسيام نازل معاك تمام اليوم السادس عشر بنحط واحد كيلو نطرات كالسيوم نطرات الكالسيوم لازم نبدأ بها من الاول خلاص عشان ما تلومش الا نفسه نطرات كالسيوم بس لو قدرت سيادتك ابوز دوافر ايديك تمام لو قدرت في نطرات الكالسيوم بس تزود حط معاها كيلو حمض نتريك يكون افضل لان هتلاقي عندك نتيجة هيلة هيلة ومش هحصل عندك نقص كالسيوم قالص لان حمض النتريك ده الماجيك او الساحر في ان الكالسيوم يتحل الكويس وانتص بالكامل كمان من طرف النبات لانه بهيئ البي اتش المزبوط لمنطقة الجزور تمام بالنسبة لي الاسمدة الاحدية هنحط برضو الهيوم كأسد زي وزي الاسمدة المركبة بنحط اليوم الحضاشر بنحط كيلو نطراتنا شادر ونص كيلو حمض فسفوريك لو عندك عالي فسفور حط ما فيش اي مشكلة خالص على فكرة بتوع الاسمدة الاحدية بس انا بتمنى ان احنا في البرنامج ده هوت الاول نستخدم اسمدة مركبة يعني هي حاجات بسيطة يعني اسمدة مركبة في الاول وبعد كده يعيش مع الخير زي ما انت عايز تمام حط الي انت عايزه اليوم الاثناشر ميا صفية ما فيش اي مشكلة خالص يعني النبات لسه في بدايته كده بننباهه بس فيه تنبيه كده شوية يومك بعد كده حط نوع شوية نطرات بعد كده ايه بنصوم يوم وندي ميا صفية او ممكن نودي ميا صفية وبس ما فيش اي مشكلة خالص اليوم الثلاثاشر برضو بنكرر كيلو نطراتنا شادر ونص كيلو حمض فسفوريك برضو بنزود الفسفوريك شوية هوت ونطراتنا شادر طبعا كميتها مش كبيرة بعد اليوم الاربعتاشر بنحط ميت جرام برضو عناصر صغرى او ممكن ترش رشا مفيش اي مشكلة خاصة ما تصدرش دماغك اللي عندك اشتغل به بس يبقى فيه قواعد زي اللي احنا حطين هدية تمشي عليه زادت شوية قلت شوية مش مشكلة بس القاعدة موجودة تمام اليوم الخمستاشر كيلو نطراتنا شادر وزائد نص كيلو حمض فسفريك برضو نفس القصة واليوم السادس عشر طبعا واحد كيلو ونطرات الكالسيوم هي هي في الاحدة زي المركب ما فيش اي مشكلة خالص فيهم للاتنين تمام ده بالنسبة للحد اليوم الستاشر كده هناخد من يوم الستاشر لحد اليوم الستة وعشرين بعد كده ومن اليوم الستة وعشرين لحد اليوم الاربعين اللي المفروض صيادتك تجمع فيه خيار يعني او يبقى لك يوم تراته وتجمع فيه لو حصل عندك انتكاسة هيتبقى لك اسبوع وتجمع فيه لو حصل عندك انتكاسة بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نكون يعني الى حد ما وفقنا في ان احنا نوصل الدنيا دهية بنقول فيها ايه بشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللي بيسرق مجهود الناس احنا ما بمطلبش من حد مجهود يعني مطلبش من حد حاجة بس يعني لما انت خدت حاجة يعني يريد تديها للناس بروا مجانا يعني مش هتخسر حاجة يا كده اما الرب ناخدك وريحنا منك سلام عليكم